السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. آآ برحب بالمشتركين معي في القناة وكمان برحب بالمشتركين الجديد معي في القناة. وبشكركم على كل التعليقات الحلوة اللي انا بشوفها معي. آآ هنقول النهاردة ان شاء الله قراءة عاطفية. آآ لما وليد برج الحوت. ان شاء الله. آآ هنشوف بس الاول الطاقات الموجودة معي في القراءة. آآ شايفة الطاقة المائية. آآ طبعا طاقتك يا برج الحوت. آآ وهنشوف لو في طاقات مائية تانية. شايفة في طاقات نارية. آآ في طاقة مائية تانية. شايفة طاقة برج العقرب. آآ وفي طاقة هواقية. آآ برج الحوت آآ عندك تعب تعب عضوي. هنتكلم عن تعب اللي انا شايفة دلوقتي تعب عضوي. تعب في ظهرك. آآ عندك تعب في ظهرك من فترة بيقليمك جدا. الف تلامة لكل مواليد جرج الحوت. آآ انت بتعاني بقيلك فترة من الساعة ده جدا. واللي شايفة هنا ان السبب عند بعضكو سحر. شايفة السبب عند بعضكو سحر. والسحر ده من حد مقرب منك يا برج الحوت. فيه سحر من حد مقرب منك. وده سبب السعب اللي انت بتحط بيه ده. فيه ندم. شايفة حد ندمين انت او الشريك فيه انفصال وندم وتفكير في الماضي. عايز ترجع. او لو القراءة اكسية او الشريك عايز يرجع فيه بعض. شايفة فيه طرف تخلى. فيه طرف تخلى عن الثاني. بعض مواليد برج الحوت. فيه حزن. فيه حزن وانتواء. برج الحوت. وما بقاش عنده ثقة في حد. في الحلات اللي فيها انفصال شايفة كتير منكم مش عايز ديرجع. فيه حلات فيها انفصال في كتير منكم مش عايز ديرجع خلاص. انت اخدت قرار بالبعض وبتفكر في ارتباط جديد. انا شايفة كمان تقاط ترابية. فيه تقاط ترابية ظهرت. آآ في حد تعرض الخيانة مش عارفة انت ولا الطرف التاني. آآ بس انا شايفة كارت العدالة تلع لك. انت بتطلب العدالة يا برج الحوت وهتتحقق ان شاء الله. يعني حتى انت كمان في الفترة دي هيكون عندك توازن في تعاملاتك. هيكون عندك توازن في تعاملاتك وافقارك بالزيت من الناحية العاطفية. يعني هتكون بتفكر بعقلك اكتر وتحسب لكل حاجة قبل ما تعملها وبتفكر كمان في اللي بتسمعه. يعني مش بترد. غير لما تكون حللت الموقف ويس وهتربط ده. آآ تحليلك ده يعني للموقف هتربطه بقوة الحدث عندك. لان انت يا برج الحوت آآ 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 يعني بتقدر آآ عندك هقول لك ايه? آآ الحدث عندك عالي. يعني اغلب تحليلاتك وتوقعاتك بتكون طح. آه. انت في امور انت هتقدر تسيطر عليها وتحلها في الفترة دي. شايفة فيها علاقات تقفل فيها الاتصال تماما. ممكن من ناحيتك. او من ناحية الطرف الثاني. علاقات خصل فيها خزلان. ما حدش عايز يسمع. يعني ما حدش عايز يسمع بعد كده حاجة تاني. بس عايز اقول الاول ان العلاقات اللي اتكلمت عنها. وحصل فيها سحر تفريق. حاول يا برج الحوض تفت بالسحر. لا يعني بالطرق الشرعية طبعا. آآ لاني شايفة ان انت والشريك في الوضع ده انتو بتحبوا بعد جدا. انت والشريك بتحبوا بعد جدا. آآ والمينع القوي ده بيأثر على العلاقة. يعني ممكن لو ما روحتش لابطال السحر ده ممكن العلاقة تتهدى على الاخر. انا على فكرة اغلب الابراج اللي تقريبا اللي انا شفتها في الشهر ده فيه سحر. آآ يعني حاولوا تلجأوا ربنا في الفترة دي. آآ بطلوا السحر بالطرق الشرعية. اخراج الصداقات ضروري. ان شاء الله الامور تتحسن وترجعوا تاني. لازم لازم آآ تدوروا على طريقة لإبطال السحر. شايفة كمان كتير من مواليد برج الخوت آآ في عندكو قريب آآ في لقاء عاطفي. لقاء عاطفي جميل جدا يعني. آآ وده هيكون بالنسبة للمتزوجين والغير مرتبطين والمنفطلين. يعني في يعني لو المنفطلين هيكون في رجوع. ان شاء الله. وباللقاء عاطفي حلو قوي قوي قوي. آآ بإذن الله يعني ربنا يجمع كل حبيب بحبيب ويا رب. آآ آآ لأني شايفك يا برج الحوت العاطفة هتكون مؤثرة عليك الفترة دي جدا. يعني المتجاوزين آآ هيحسوا ناحية الشريك بحب اكتر. هيحاولوا آآ آآ لو في مشاكل يحلوها ما يخلوهاش آآ تأثر على العلاقة والشريك كمان هي يعني هيساعدك في ده لان الحب متبادل وشايفة كتير من المنفصلين في عنده حنين قوي عندهم سواء منهم او من الشريك. في يعني فبالتاني هيكون في لقاء حلو جدا. يعني الحنين اللي عند المنفصلين هو من النحايتين. ده السياة جامعة اللي فيه سحر. لاني شايفة فيه سحر تفريق. فيه سحر تفريق. فيه سحر تفريق. السحر ده تحاولوا تبطلوه. آآ 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 فيها تلاقوا حلول. يعني فيها تلاقوا حلول لاسترجاع العلاقة وبشكل افضل. ان شاء الله. يعني مش هترجع زي ما كانت. هترجع احسى مما كانت. اما الغير مرتبطين عندهم في الفترة دي حب كبير متبادل. او آآ يقابلوا الحبيب اللي هيحسوا ان هو ده اللي كانوا بيحلموا بيه. آآ او ده الشخص المناسب اللي عايز يكمل معاه حياته. وفي كل الحالات في كل الحالات اللي انا اتكلمت عنها هيكون الحب متبادل. يعني يا رب تكون فترة حب بسعيدة عليكم يا موريب برج الحوت. آآ طيب المنفصلين ثاني. اهو. يا برج الحوت انت محتاج في الفترة دي تشغل دماغة مع الشريك. لاني شايفة فيه علاقات آآ شايفة علاقات حب تم فيها انفصال بسبب تدخلات عائلية. بالرغم ان فيه حب وفيه علاقات آآ 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 ممكن وصلت لطلاق. فيه الطرف تمع لكلام او سمح لتدخلات آآ وللأسف ده اثر تأثير كبير على العلاقة دي. الطرف ده آآ يعني شايفة فيه طرف محطوط تحت ضغط الزن والتدخلات. آآ حصل تشتيت في الافكار. عند الطرف اللي سمح بكده. عنده تشتيت في تفكيره وفي العاطفة وفي كل القرارات يعني اللي نتجة تحت تأثير الضغط ده مش هتكون صحيحة. سواء انت او الطرف الثاني. مش هتكون صحيحة بلهم مرة. شايفة تشتيت كبير جدا في الافكار. بسبب تدخلات وكلام ناس ثانية. انتو سمح بنيهم بكده. فلازم طرف فيكو يشغل دماغه ويرجع العلاقة دي تاني. يعني هنقولها بالحيل السليمة. انت محتاج يا برج الحوت تتحيل. تتحيل بس حيل سليمة. وده طبعا مش عيب ما انت تكون عايز ترجع العلاقة بتاعتك آآ عايزة طمن مواريد برج الحوت ان في النص الاول من شهر مايو في كتير تواصل عاطفي. يعني شايفة تواصل تواصل فيه. عندكم كتير جدا آآ تواصل عاطفي آآ وعملي كمان. وعلى فكرة في تغيرات كتير للاحسن. آآ ده هيكون بسعيك وترتيب افكارك آآ بس حبيت عرفك ان الفرصة متاحة في الفترة دي. فرصة متاحة في الفترة دي بانك تركز وترتب افكارك كويس جدا. عشان تحقق اللي انا بقول عنه ده. عندك تواصل عاطفي. آآ اما المنفصلين في فترة النص الاول من مايو لازم تخلي بالك جزات الناس اللي عندها مسائل قضائية. لازم تتحلى بالحكمة والتفكير السليم في الفترة دي. آآ تتجنب النزاعات اللي ممكن آآ آآ تخسرك. يعني بلاش في الفترة دي نزاع وجدال ورد والحاجات دي كلها نتجنبها تماما. يعني ابعد واشغل نفسك باي حاجة وحاول تفكر تحل المشكلة بلاش تفكر في المشكلة. في فرق كبير بين ان احنا نقعد نفكر في المشكلة وان احنا نفكر في حل للمشكلة. آآ آآ ان الزاعات اللي ممكن حد يدخلك فيها دي ده هيكون المقصود منها. انك تخسر. انك تطلع خسران. آآ غير انك في الفترة دي برج الحد هيكون عندك كواكب معاكسة شوية. بس هي فترة هتنتهي. يعني في عندك في الفترة بتاعت النص الاول من مي وفلكيا عندك فيه كواكب معاكسة. بس هي مش هتطول. فانا بما اني عرفتك. فانت تحاول تسيطر على تصرفاتك. وترتب افكارك في الفترة دي. آآ آآ زي ما قلت هي فترة هتنتهي على طول لو اتحكمت في ردود افعالك لان اللي بنعمله هو يعني يعني بيترتب عليه اللي بيحصل لنا بعد كده. يعني اللي انا هعمله دلوقتي او رد فعلي اللي انا هاخده دلوقتي هو اللي هيترتب عليه اللي هيحصل بعد كده. فانت حاول بما انك عايز اللي يحصل بعد كده يكون للاحسن تركز في اللي انت بتعمله دلوقتي انه ما يكونش فيه اي تهول. آآ في منكم عايز سفر ممكن يتاح لي فرصة سفر في الفترة دي. ان شاء الله اللي عايز سفر ممكن يتاح لي فرصة سفر في الفترة دي. شايفة تعت كتير يا برج الخوت. سعب ومعاناية في الفترة اللي فاتت. بس قربت تنتهي. سواء مشاكل او علاقات آآ انت قدمت فيها كتير. شايفة بعضكم بينهي علاقات. علاقات دي سببت ليك تعب وبازلت فيها مجهود. بس شايفة في عندك الدخول يعني على مراحل جديدة عاطفية. مستقرة اكتر. الحب هو اللي هيكون غالب على العلاقة. يعني الحب غالب على العلاقة وهيلغي اي اختلاف. اي اختلاف في العلاقة دي الحب هيلغيه. في منكم يا برج الحب ده هيكون جديد تماما. يعني منكم هيكون ومنكم هيكون طرف الثاني معروف بالنسبالك. بس العلاقة بينكم ما كانتش حب. هتتحول لحب متبادل. آآ لكن في البداية مش هيكون فيه اعتراف من من الطرفين. يعني في عندكم حب جديد خالص. خد بداخل على حب جديد خالص. ما كانش معروف بالنسباله. وفي هيكون فيه علاقة حب لطرف. انت تعرفوا بس العلاقة ما كانتش حب. وهتتحول لحب منك. ومن الطرف الثاني بس مش هتعترفوا في البعض في البداية. آآ برج الخط يعني انا عارفة ان انتو يعني من فترة. آآ من فترة كبيرة وانتو تعبنين جدا. كتير من كوا حاسين آآ آآ حاسين بدا لحد دلوقتي. يعني حاسين بالتعب ده لحد دلوقتي. آآ بقول لكم تفاقلوا خير سجدوه. آآ او الزززبات بتاعتكم بالصلاة والاستغفار وآآ آآ يعني علشان اللي انا بقول عنه ده. يعني الفترة اللي جاية دي فيها حاجة كويسة كتير. بس لازم انت تقوي ده عندك. يعني لازم تكون عندك استعداد لانك تستقبل ده. ما تقفلوش منافذ الطاقة عندكم يا جماعة. لان احيانا لما بلاقي الحد في حاجات كويسة اجيله. ومسلا اسمع من حد يعني اني لأ مسلا ما حصلتش. ففيه يعني انت بتحط نفسك في وضع نفسي معين بتقفل منافذ الطاقة فيه. ما تخليش نفسك بتستقبل الحاجة. لأ افتح منافذ الطاقة عندك بالصلاة وبالاستغفار وبالذكر. فان شاء الله تستقبل كل حاجة جميلة لان الفترة اللي جاية عندكم حلوة قوي فيها حاجات حلوة جدا. على المستوى العاطفي. وفلكان كمان على المستوى المادي عندكم شوية حاجات حلوة كميلا. آآ آآ لازم تعملوا كده عشان تستقبلوا الاحسن. او الحاجات الايجابية. يعني يكون عندكم استقبال الحاجات الايجابية اللي هتحصل قريب ان شاء الله. القراءة انتهت. يا برج الخوت شايفها قراءة ايجابية. آآ شايفة فيه رجوع لبعض المنفصلين. آآ وشايفة عندك ناصر. وشايفة فيه علاقات حب جديدة لبعضكم. آآ بس زي ما قلت يا جماعة السحر ده لازم يتفك. لازم يتفك. لازم تطلوه. آآ فيه الرؤية الشرعية. آآ فيه البخور. آآ بورق اللوري. الحاجات اللي انا بقول عنها دي. حاجات عن تجربة. يعني عن تجربة عملتها مع اشخاص. السحر تبطل. آآ وسمع الرؤية الشرعية اللي خاصة بسحر التفريق. تشغلوها دايما. وان شاء الله ان شاء الله آآ يتبطل السحر ده بازن الله. آآ فيه كمان حاجة ممكن اقولها لكم قريب. آآ يعني انا عامليها مع حد. آآ لو جابت معيها نتيجة. يعني مع واحدة ان جزها منش ايه وجزها منفصلين. آآ لو جابت معها نتيجة. ان شاء الله قريب. هاعلن عنها. آآ هي ايه? هاعلن لكم عنها كلها. بان انتم آآ تكتدوا تنفزوها. وهقول ان هي جابت نتيجة لان انا ما بحبش اتكلم عن حاجة. غير لما شوف النتيجة بتاعتها بعين. ان شاء الله هتجيب معها نتيجة. عشان هي تعبنة جدا برضو. هتجيب معها نتيجة بازن الله. وهبشركم قريب. وتعملوها انتم كمان بالنسبة للمنفصلين واللي عايزة حبيبها يرجع لها ان شاء الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة. عشان يوصلكم كل جديد. والتفعيل الجرس واللايك. وهستمى التعليقات بتاعيكم ان شاء الله. آآ شكرا للمتابعة برج الحمد.